حامد بيقول سيني 75 سنة ومريض بالسكر والتهاب في الأطراف العصار الترفية ربنا شفيه وعافية الدكتور قال له ما تصومش قولا واحدا هنا بقى يطلع من أول يوم يعني بص حركة كل اللي جواه هل يطلع من أول يوم خلاص الدكتور قال له كده يعني طول الشهر مش هيصوم مش هيستنى فعايز يطلع طول الشهر يطلع بقى من أول يوم ولا ما يطلعش يطلع فلوس ولا لازم يطعم طب لو طلع فلوس طلع كام وهل يجزقها ولا مرة واحدة نقول له كل حاجة قبل الإجابة على الأسئلة نحن نسأله هل هذه الحالة المرضية اللي بيمر بيها ربنا يشفينا وإياه في رمضان بس ولا هتستمر بعد رمضان يعني يرجع الشفاء ولا لا نعم فإن كان الطبيب قال له هتستمر الحالة ربنا يعافيه في رمضان وبعد رمضان فلا صيام عليه طيلة حياته هنا وعلى الذين يطيقونه يعني يتحملونه بألم وطاقة شديدة ومشقة الفدية الفدية ممكن من أول رمضان نطلع الشهر كله حتى لو الشهر ناقص 29 يوم نناخد بالأحوة دهو 30 يوم 30 بالإضافة إلى كمان زكاة الفطرة أو صدقة الفطرة يطلع لنا 31 يوم في 10 جنيه تقريبا حوالي 300 و10 إن كان قادرا يطلعهم من أول ليلة من رمضان جائز يطلعهم يوميا لأن من حكمة الله ومن تيسير التشريع في الحديث القدسي عبدي لم أطالبك بعبادة غد غد فلا تطالبني برزك غد أنا ما قلت لكش صلي وصوم بكرة يبقى أنت ما اطلبنيش برزك بكرة فهو بعض الفقهاء قالوا يوم بيومه يعني أنا فطرت النهاردة أطلع فطرت بكرة وكذا لأنه وارد لا قدر الله أن إنسان يكون مريض لا يكمل الشهر فما نقولهش بأطلع شهر إنما الأفضل والأحسن ما عندكم ينفد وما عند الله باق وهو نفسه لما يطلع هذه الفدية هي سبب في شفائه لأن صدقة السر تطفئ غضب الرب والزكاء في شفاء بإذن الله إجابة رائعة يعني شافيت غليلنا ما شاء الله بشكر فضلتك وقلت نقطة مهمة حضرتك كمان يعني ممكن أكون استعجلت في كلام لو يرجى شفاءه يستنى بعد رمضان لو هيقدر يقضي النقطة مهمة يعني حالك تلمحتها في كلام حالك لكن لو هو قالك خلاص أنت مش هتصوم تاني مش قادر عشان الحالة صحية مستمر يبقى خلاص من أول لحظة زي ما قلت فضلتك بالترتيب ده أنا بشكر فضلتك جدا